جزاكم الله خير وأحسن إليكم أديت الأمرة ولله الحمد ولكن بدأت طوافي من أحد أركان الكعبة وليس من الركن الذي يوجد فيه الحجر الأسود افتوني عما فعلت جزاكم الله خير إذا كنت بنيت على هذا الشوق الذي بدأته من غير الحجر الأسود يعني بدأته من الركن الذي بعد الحجر الأسود الركن العراقي أو الشامي وبنيت على هذا الشوق فإن طوافك ناطس وغير صحيح أما إن كنت مدأت من الركن اليماني ومررت بالحجر الأسود فإن هذا الشوق يكون صحيحا والبناء عليه يكون صحيحا إلى سبعة أشواط لأنك مررت بالحجر غاية ما يكون أنك مدأت من الركن اليماني غلطا وهذه زيادة لا تضر الحمد لله أما إن كانت بدأتك من الركن الذي بعد الحجر الأسود كالركن العراقي أو الركن الشامي فإن هذا الشوق ناقص وغير صحيح ولا يجوز البناء عليه بل لابد من سبعة أشواط غيره فإذا كنت أنهيت عمرتك وأنت لم تكمل سبعة أشواط للطواف فإن عمرتك خير صحيحة فيلزمك إعادة ملابس الإحرام والرجوع إلى مكة واليتيان بمناسك العمراء من طواف وسعي وحلق أو تقصير وإن كان حصل منك جماع لزوجتك فسدت عمرتك يجب عليك المضي فيها كما ذكرنا أن تذهب إلى مكة وتأتي بها ثم ترجع إلى الميقات الذي أحرمت منه العمراء الفاسدة الأولى وتحرم منه بعمرة جديدة قضاء للعمراء الفاسدة وتكمل مناسك العمراء قضاء للفاسدة عمراء ثانية وتذبح شاة في مكة توزيعها على فقراء الحرام